مباراة القمة قمة الدوري المصري عددها كبير جداً طبعاً في الدوري تحديد احنا نتكلم في 125 دربي بين الاهل والزمالك في الدوري فاز فيهم النادي الاهل زي ما حراركم شايفين في 48 مباراة فاز الزمالك في 27 مباراة وتعادل الفريقين في 50 مباراة تفوق طبعاً بحسب التاريخ كان للنادي الاهل طيب الاهل والزمالك لما بيلعبوا في شهر يوليو ايه اللي بيحصل؟ تعال نشوف الاهل والزمالك في شهر يوليو لعبوا 13 مباراة فاز الاهل في 8 وفاز الزمالك في مباراة واحدة وتعادل الفريقين في 4 مباراة يعني الافضل هي في شهر يوليو للنادي الاهل نشوف اللي بعد مين بقى الهدفين في الاهل والزمالك بالنسبة للجيل الحالي محمد شريف هدفين القمة يعني بالنسبة للأهلي محمد شريف سبع أهداف في تلاتاشر مباراة قمة وعلي معلول تلات أهداف في تلاتاشر مباراة ده بالنسبة للأهلي الزمالك هدفه في مباراة القمة بالنسبة للجيل الحالي هو الشكابالة باربع أهداف في سبعة وعشرين مباراة والتاني أحمد سيد زيزو بتلات أهداف في اتناشر مباراة نكمل اهو جاي معانا القيمة التسوقية لفريق النادي الاهلي الحالي عشتعافه برضو اهمية المباراة بالنسبة للقيمة التسوقية وقيمة الفريقين الاهلي 19.6 مليون يورو يعني 20 مليون يورو تقريبا اعلى لاعب قيمة التسوقية هو قليو دينج ب4.5 مليون يورو بعده محمد عبد المنعم ب3 مليون يورو محمد الشناوي ب2.5 مليون يورو محمد شريف ب1.8 مليون يورو بيرستاو 1.5 مليون يورو يعني 1.5 مليون يورو اعلى خمس لعبين قيمة التسوقية في نادي الزمالك احمد سيد زيزو خمسة خد بالك القيمة التسوقية اجمالا بالنسبة للنادي الزمالك 19.8 مليون يورو تقريبا زي النادي الاهلي احمد سيد زيزو 5 مليون يورو محمود حمد الوينش 1.6 مليون يورو أحمد فتوح 1.3 مليون يورو سيفل جزيري مليون يورو نبيل عماد دونجا مليون يورو دول أعلى خمس لعبين قيمة السوقية في نادي الزمالك طيب بما أن خلاص تحدد حكام مصريين لهذه المواجهة بكولادة كابتن محمود البناء فعدد المباراة اللي أدرى حكام مصريين للقمة كانوا 46 حكم مصري أو طاقم تحكيم مصري فاز الأهلي مع الحكام المصريين في 18 مباراة لكن الزمالك فاز في 8 مباراة فقط مع حكام مصريين وتعادل الفريقين في 20 مباراة طيب مباراة النادي الأهلي بصفرة الكابتن محمود البناء مباراة النادي الأهلي بصفرة إيه اللي بيحصل لما الكابتن محمود البناء بيدير مباراة للأهلي كابتن محمود البناء أدر للأهلي 46 مباراة فاز النادي الأهلي فيهم في 35 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 3 مباريات احتسب للنادي الأهلي 12 رقلة جزاء بصفرة محمود البنة ورفع البطاقة الحمراء في وجه 4 لاعبين للأهلي كابت المحمود البنة أما الزمالك فأدار كابت المحمود البنة للزمالك 31 مباراة فاز الزمالك في 18 مباراة تعادل في 6 مباريات خسر في 7 مباريات احتسب للزمالك 12 ضربة جزاء ورفع البطاقة الحمراء في وجه 4 لاعبين من نادي الزمالك طيب دي الأرقام الخاصة بهذه القمة قمة الأهلي والزمالك هل الأرقام دي لا أي دلالة؟ لا قمة الأهلي والزمالك عشان حضراتكم تبقوا عارفين وأكيد عارفين هي حرفيا بلا توقعات آه في كثير من الناس وأنا داخل النهار ده حتى على الهوى الأهلي هيكسب بكرة الأهلي له الأفضلية الأهلي ثابت أكتر الأهلي مستقرة أكتر الأهلي مع نوايا أفضل فالأهلي له الأفضلية على الوراء ماشي معاك أتفق ده واقع يعني بس التاريخ بيقول إيه بقى؟ التاريخ بيقول أن المباراة الأهلي والزمالك بلا حسابات حرفيا خارج دائرة التوقعات تماما يعني الأهلي جايد جدا ممكن يخسر الأهلي جايد جدا ممكن يكسب الزمالك مش في أفضل أحواله ممكن يكسب الزمالك مش في أفضل أحواله ممكن يخسر كل حاجة وردة هي بتبقى فقط على حالة اللاعبين أثناء المباراة لعبت النادي الأهلي لعبت نادي الزمالك الجهاز الفني هنا الجهاز الفني هنا أداروا المباراة إزاي وهكذا فصعب التوقعات توقع زي ما تتوقع كده كده المباراة بلا حسابات فيه ناس تقولك وسوريو لو لعب بنفس الطريقة اللي لعب بيها على المباراة الماضية الأهلي يكسب بسهولة طيب ما هو الطريقة اللي لعب بيها أسوريو المباراة الماضية خليته في بعض المباراة يكسب هو بسهولة عشان شكله الهجومي بقى أفضل صناعة الفرص بقيت أفضل آه لسه فيه مشاكل دفاعية بس ممكن يسجل وممكن ما يخش فيه أهداف أو ممكن يسجل أهداف كتير ويخش فيه أهداف أقل والأهلي اللي دخل فيه سبق أهداف بس في الدوري في 29 مباراة هذا الموسم صعب أنه هو يخترج دفاعيا بسهولة وإن كان هجومه مازال هو أقوى هجوم في الدوري توقعاتك بقى للمباراة أفكارك لهذه المباراة سبع في دماغك خلونا نستمتع بهذه المواجهة غدا إن شاء الله موسيقى